موسيقى العنوان الرئيسي اليوم هو أن الحكومة رفضت الكادر الخاص لإصلاح المنظومة الصحية والأطباء ترفض الحكومة أصلا يعني لا يقتصر الأمر على رفض هذا القرار الذي صدر من الحكومة والذي جاء مباغتا ومفاجئا ومخيبا للآمل وينم على عدم تعامل الحكومة تعاملا صحيحا مع ملف الصحة وكان يجب عليها أن تكون أكثر جدية في تناول هذا الملف الهام الذي يتناول صحة هذا الشعب وصحة المريض المصري خطوات التصعيد ستكون الأمر بالتوافق وبأخذ التصويت على الخطوات المطروحة هذه الخطوات منها ما هو مطروح من عمل إضراب كل أو إضراب كل تبادل أي يشمل بعض المستشفيات بالتناوب مع مستشفيات أخرى كذلك هناك من يدعو إلى تمرض الأطباء وعدم الذهاب للمستشفيات أصلا وإغلاق المستشفيات وهناك أيضا أصوات أخرى تنادي باستمرار الإضراب الجزئي المفتوح على ما هو عليه وأن يتحول الإضراب عن أعمال الإدارية إلى إضراب كلي ويسير الإضراب في التعامل مع الحالات المرضية والتدخلات الجراحية جزئيا كما هو ومن سيحسم هذا الأمر هم الأطباء وأطباء الأسنان والسادة الصيادرة الزملاء في اجتماع أما في مؤتمر عام أو في اجتماع الجميع العمومية الذي سينعقد يوم 25 إبريل الحال ترجمة نانسي قنقر